شرح صوتي للتعامل معه إضافة NVDA Remote Access مقدم المادة كينان طرطوسي بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا فيكم بهذا الشرح المتواضع لإضافة NVDA Remote Access NVDA Remote Access هي ميزة انتظرناها طويلاً بـ NVDA ميزة رائعة جداً بتخولني أني أتحكم بجهاز آخر بعيد عني من خلال جهازي باستخدام برنامج NVDA طبعاً الحلول هاي كانت موجودة سابقاً بجوستاندم وغيرها بس ولكن الحل هون مرن جداً وسهل جداً وفيه ميزات رائعة من أهم الميزات الموجودة بهي الإضافة أنه لا يشترط إلا ثلاث أشياء وجود برنامج NVDA رقم واحد اثنين وجود الإضافة مثبتة على كل الجهازين ثلاثة وجود اتصال من كل الجهازين بالإنترنت سواء كنت أنا بتركيا وأنت بمصر سواء كنت أنت بمصر وشخص تاني ببلد بعيدة بالنصف الآخر من الكرة الأرضية إضافة NVDA Remote Access لحتخليك تتحكم بالجهاز وكأنه هذا الجهاز هو نفس الجهاز اللي هلأ أنت عم تضغط للزرار تبعه وعم تشتغل عليها ولكن بنفس الوقت هذا الجهاز بعيد عنك كيف لحيصير معنا هذا الشيء لح نشوف من خلال هذا الشرح طبعا أنا أرفقت من خلال الملف الموجود بالمحاضرة في عندي عدة ملفات أول ملف هو ملف الإضافة NVDA Remote 1.1 تاني ملف هو رابط مباشر لتحميل هاي الإضافة من خلال الموقع الرسمي لإلها اللي هو www.nvdaremote.com www.nvdaremote.com والملف الثالث فيه رابط اللي هو الهوست اللي لح نستخدمه لربط الأجهزة بالسيرفر الخاص بهاي الإضافة نبدأ على بركة الله أول شيء لازم نعمله هو تثبيت هاي الإضافة اللي لح يكون اسمها افتراضيا Remote 1.1 طبعا تثبيتها لح يكون مثل أي إضافة NVDA تانية من خلال الضغط على Enter Add-on Installation Dialogue Are you sure you want to install this add-on؟ طبعا أنا عم باستخدم NVDA باللغة الإنجليزية آخر إرصدار من برنامج NVDA Windows 7 32-bit English Version يعني Windows 7 32-bit النسخة الإنجليزية طيب طلعي هون الرسالة إنه هل أنت متأكد من رغبتك في التنصيب أنا بعطيه موافق أو بعطيه Enter طلب مني إعادة تشغيل NVDA كمان بعطيه Enter وبهالطريقة بكون نصبت الإضافة بشكل تام كيف منقدر منوصل للإضافة؟ ببساطة من خلال قائمة NVDA بقوم بتفعيلها من خلال الضغط على NVDA وحرف ال-N NVDA ممكن يكون Caps Lock اللي هو مفتاح تكبير الحروف اللي هو المفتاح فوق Shift اليسار أو ممكن يكون ال-Insert اللي هو بيختلف من جهاز لآخر بموقعه طيب NVDA وحرف ال-N NVDA Menu عندي Preferences ما بختارها أو تفضيلات مثل ما بنقول باللغة العربية أنا بختار Tools Tools هي الأدوات باللغة العربية طبعاً نقوم بتفعيل القائمة بالضغط على N ريموت حتكون هي آخر عنصر بهي القائمة ممكن أنا أوصل لها أني أنزل بالسهم لحتى أسمع كلمة Remote أو بما أني أنا بأول عنصر بالقائمة اللي هو View Log أو عرض التقرير فيني أضغط بكل بساطة السهم الأعلى Remote Submenu E لحتى أسمع كلمة Remote Submenu Submenu معلاتها من في عندي قائمة فرعية أو مثل ما نقول باللغة العربية قائمة فرعية طبعاً للأسف الإضافة إلى الآن لم تعرق نتأمل تعريبها بالوقت القريب جداً إن شاء الله تعالى بفتح قائمة Remote Connect حنشوف عنا ست عناصر أول عنصر هو Connect أي اتصال Disconnect يلي هي قطع الاتصال Mute Remote Speech اللي هو من خلالها بقدر اكتم صوت الجهاز الآخر بحيث أني ما أسمع غير صوت جهازي لأنه ممكن كون أنا عم بيشتغل تمام وش أي شي صار على هداك الجهاز فأنا بهيك حالة ممكن اتشوش فممكن بهيك حالة أعمل Mute أو كتم للصوت وبهالحالة بس بقدر اسمع صوت جهازي فقط Push Clip Port أو دفع ما يوجد في الحافظة هذا حنستكشفه إن شاء الله خلال الشرح Options وهي في خيار مهم جدا جدا كما لحنستكشفه في خلال الشرح Send Control Alt Delete Send Control Alt Delete في حال كبسة Control Alt Delete بشكل عام هو عبارة عن التسجيل الخروج من المستخدم بالWindows بس ولكن هون في حال كنت عم بيستخدم جهاز آخر ما بتحلي إضافة Remote NVDA Access هاي الخاصية إلا إذا قمت أنا بتفعيلها هيك بنكون اكتشفنا شو موجود داخل القائمة طيب هلأ لي التعامل مع جهاز آخر كيف أنا ممكن أتصل بجهاز آخر ببساطة بروح على Connect Connect وبضغط عليها Enter Connect Dialog Client Radio Button Checked بضغطها على Enter فتح لي مربع حوار فيه عدة أشياء ممكن أتنقل من خلالها بالTab ولتغيير القيم لح أستخدم السهم الأعلى والأسفل أول شيء موجود عندي هون هو Client كأنه عم يقل لي شو هي الطريقة يلي بدك تستخدمها لحتى تربط جهازك بجهاز آخر في عمدي Client اللي هي الوسيط وإذا بضغط سهم لتحت حيعطيني Server Radio Button Checked Server طبعا Client اللي هو الأفضل لألنا السيرفر حيعطيني هلأ إذا بضغط عليها لحيعطيني إنه بدي دخل IP تبع الراوتر الخاص فيني أو المودم الخاص فيني بدخل الـ IP Address وبدي دخل الـ Port وهذا الشيء متقدم وما نعملي ولكن المهم بالنسبة إلينا اللي هو Client الوسيط طيب بضغط Tab هون في عندي خيارين Radio Button فيه خيارين أول واحد Control Another Machine يعني التحكم بجهاز آخر طيب إذا بضغط سهم لتحت Allow this machine to be controlled Allow this machine to be controlled يعني السماح بالتحكم بهذا الجهاز طيب لو كنت أنا المتحكم لازم اختار Control Another Machine يعني أنا بدي أتحكم بجهاز آخر طيب لو كنت أنا صاحب الجهاز اللي بده يتحكم فيه شخص تاني لازم أضغط Allow this machine to be controlled Allow this machine to be controlled طبعا بضغط أنا الخيار الأول Control Another Machine هون بروح Tab Host Edit All H Blank Host الhost افتراضيا عندي فارغ ما فيه شي لحتى أقدر أتصل بالسيرفا لازم أكون أعرف الhost ولازم أختار مفتاح معين أو key معين الhost سهل جدا إن شاء الله أنا حأرفقه بمستند نص وهلأ حأكتبه قدامكم اللي هو www.nvdaremote.com إذن هذا هو الرابط اللي لازم نحطه بالمربع الأول Tab كمان Key Edit All K هون key هلأ في عندي خيارين إما أني أنا حط key من عندي من عقلي أو أني خلي السيرفر نفسه يخلق لي key خاص أو يأنشئ لي key خاص فيني لحتى أنا استخدمه طيب كيف خلي السيرفر يعملي هاد الشي ببساطة بضغط Tab Generate Key أو باللغة العربية الحصول على مفتاح أو إنشاء مفتاح إذا بضغط عليها هلأ Space بعد فترة بسيطة جدا هأنتقل مباشرة لمربع التحرير لحتى أسمع تلقائيا طبعا لحتى بدون ما أنا أضغط أي شي حتى أسمع الرقم يلي موجود عندي يلي حيخترع لي هلأ هذا السيرفر طيب الآن بضغط Space مسافة مفتاح key edit ok ثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية وعشون ألفا وستمائة وستة وستون هذا هو الكي يلي صار عندي طيب هلأ أنا لازم حدد هذا الكي هذا المفتاح بـ Ctrl A وأعطي نسخ Ctrl C أو ما يقابلها باللغة العربية بالنسخ ومن ثم لحيتأكد إذا كان هذا الكي موجود عندي ثلاثة ملايين وتسعمائة تمام موجود بعدين لح أعطي ok لح تروح على ok لازم أضغط tab مرتين أول شي بيطلعني generate key بعدين هيطلعني ok هلأ وقت اضغط ok بإستخدام مفتاح المسافة أو Enter لح أسمع صوت خفيف من NVDA بيبلغني طبعا مع النطق لحيبلغني إنه تم الاتصال بالسيرفر حيقلي connected إذا نسمعنا connected يعني تم الاتصال هلأ كيف في الطرف الثاني لح يتصل معي على نفس هذا السيرفر ببساطة هو اللي حيحط نفس الهوست ونفس الكي طبعا الهوست مشترك ما بين الكل الكي بما أنه صار هلأ بإيدي بالحافظة أنا بروح لعند صديقي على السكايب اللي هلأ هو موجود معي صديقنا كريم حابعت له الكي على السكايب وهو لح يحطه بالطريقة اللي شرحته هلأ من شوي كيفك يا كريم؟ الحمد لله كنان طبعا أكيد كريم بيكون طبق الخطوات معنا وما بقي غير ياخد الكي يلي أنا هلأ حطيته معي بالحافظة اللي هو مثل ما منتذكر ثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية وعشرون أبسط شي إما أني يقول له يا حرف حرف أو أنه يبعت له على السكايب كريم جاهز تأخذ الرقم على السكايب جاهز معك أخذ كنان تمام كريم هلأ أنا أرسلت له على السكايب ما على كريم إلا أنه ينسخه ويروح على المربع تبع الكي ويوضعه ويحط أوكي هلأ وقت كريم يتصل لح يطلع عندي صوت أطول بشوي من الصوت اللي طلعه وقت اتصلت أنا بيقول أنه كريم الآن اتصل معنا بالكونجو هلأ أخك هنا أتبعا كونجو جاهلي أوكي مش كونجو تمام أوكي طبعا مثل ما لاحظته هلأ طلع عند كريم صوت وطلع عندي صوت طبعا هلا فينا نقول ان الجهازين متصلين مع بعض بنفس السيرفر وعلى نفس الكي لحتى قدر اتحكم بجهاز الطرف الآخر طبعا أول شي لازم نقول انه NVDA Remote Access لها طورين مختلفين Sending Key و Not Sending Key لحتى قدر اتحكم بالطرف الآخر لازم يكون نفاعل Sending Key لتفعيل Sending Key وإلغاء تفعيلها ما علي فقط إلا أني اضغط F11 Sending Keys طيب اضغي تفعيلها برضو بيضغط F11 Not Sending Keys إذن Not Sending Key طيب الآن لحن نشتغل بكمبيوتر أخونا كريم ونشوف شو لحيطلع لنا طبعا أنا هلأ بجهاز كريم أنا الجهاز عندي اسمه كينان بس ولكن عند أخونا كريم اسمه هون مكتوب My Documents My Computer إذا منكتشف أنه جهازه XP Windows XP أما أنا الجهاز عندي 7 إذا بتحبوا تتأكدوا هلأ أنا بعمل Not Sending Keys وهي جهازي كينان أول واحد Computer إذن أنا عندي Windows 7 هو عنده Windows XP وهذا بيخليني أعرف أنه في حال أنا كنت عم بشتغل على جهاز والجهاز الثاني نظام مختلف ما في عندي أي مشكلة طيب هلأ أنا مثلا هحاول أعمل شي بسيط جدا على جهاز أخونا كريم إني أتصفح طبعا أنا عم بتصفح بشكل جدا جدا سلس وما فيه أي مشاكل حتى إنه بالكاد تشعر إنك عم تتحكم بجهاز آخر طبعا هذا الشي بيرجع للإنترنت وجودة الاتصال يلي في عندهم شوية مشاكل بالإنترنت ممكن يعانوا من بعض البطء ولكن إن شاء الله بالكاد ممكن يحسوا بهذا الشي طيب أنا هلأ لحاول إنشاء مثلا مسافة خلينا نقول مستند نص تكس دوكومنت طبعا أنا هلأ لحسمي أو حاتركوا حكتب هون مثلا لاحظوا Arabic Egypt أنا عندي Arabic Syria حكتب هلأ أنا خربطت أخي كريم في مجال صحيح الخطأ اللي أنا خربطته ها ها ذال ها هذا هذا النص على سبيل التجربة طبعا أنا ما عم بيشتغل شي جيم را جيم هذا النص على سبيل التجربة تمام لاحظتوا أيضا كريم فينو يتحكم بالجهاز عنده هلأ كريم لح يكتب شي طيب الله أكبر إذن أخونا كريم كتب الله أكبر هلأ أنا فيني أتحكم بالنص من هون الله أكبر هذا النص على سبيل التجربة تمام أنا عم بتحكم بالسهم الأعلى والأسفل طيب خليني حدد النص وإنسخوا عندي سلاتين هذا تمام موسكر الآن في عندي هون شغلة حلوة جدا بالتصفح إذا نتذكر واتفتنا على قائمة الريموت اللي هي قائمة الإضافة لقينا شي اسمه بوش كليب بورد بوش كليب بورد هاي شو بتعمل بوش كليب بورد ببساطة أنا في عندي نص موجود بهذا الكمبيوتر نسخته لحتى أخده لجهازي أنا لحتى أحطه بالكليب بورد أو بالحافظة عندي بجهازي الخاص بكل بساطة ما علي إلا أني روح على NVDA menu وبروح على Tools وبروح على Remote وبضغط بوش كليب بورد بوش كليب بورد هلأ أنا بلغي sending key بروح على non sending key mode وبشوف شوف ما وجود عندي بالحافظة ثلاثة ملي sending keys there is no text on the clipboard إذا ما انتسخ معا لك ما حدث Zello 14 of 23 هلنسخ كلمة Zello edit multi line selected Zello Zello 14 of 20 Zello منروح على قائمة NVDA بوش كليب بورد هلأ بروح على جهازي non sending key بال F11 بال F11 وبشوف شوف عندي Zello إذن أنا هلأ على جهازي لاحظوا كريم الجريني كينان كينان وهي جهازي Zello Zello في أسبب واحد ونوع تمام إذن هاي الطريقة بشو بتفيدني؟ بتفيدني في حل إذا في رسالة معينة أنا بدي أنسخها رابط معين حابب أبعثه حمله من جهاز إلى جهاز بكل بساطة ما علي إلا إني استخدم هاي الميزة الرائعة جداً طيب شوفي عندي ميزات كمان لنفترض أنه أنا عم أعرف قطع لجهاز معين كرت الصوت أو كرت الشاشة أو كرت الشبكة أو إلى آخر هاي القطع ممكن يكون بدي إعادة تشغيل في حال أنا عملت إعادة تشغيل ببساطة الاتصال اللي حيروح بيني وبين الطرف الآخر طيب والحل؟ الحل موجود مع هاي الإضافة الرائعة الحياة NVDA Remote Access خلت لنا هذا الموضوع سهل جداً من خلال خيار معين بيسمح لي أني ارتبط بالسيرفر حتى بعد تسجيل الدخول يعني طالما أنا بجلسة معينة وما عملت لها disconnect ولكن NVDA فصل أو الكمبيوتر فصل أو لأي سبب من الأسباب فيني بكل بساطة وسهولة أني أرجع اتصل بالسيرفر من أول الجديد طيب كيف؟ منروح على قائمة NVDA بعدين منروح على Close بعدين منروح على Remote بعدين منروح على Options بـ Options ما عندي غير المعنى أنه ربط NVDA بالسيرفر حتى بعد تسجيل الدخول يعني بعد إعادة تسجيل الدخول هاي افتراضي المحطوط عليها not checked يعني غير متاح إذا عملت عليها checked حيطنا هل عندي خيارات أخرى اللي هي host و وطبع key host والkey طيب الhost شو هو؟ الhost اللي هو www.nvdaremote.com طيب الkey key edit alt Zed the key the blank الkey هيكون الرقم اللي دخلناه مسبقاً أنا وكريم طيب من مين بدي يجيب الkey إذا هلأ عملنا تجربة البوش كليب بورد أو كذا؟ هلأ افتراضياً المفضل أني أنا ما أغلط هيك غلطة ويكون هذا الكي موجود عندي بملف تكست خاص لحد ما أخلص منه ويتنتهي الجلسة لحتى أقدر استخدمه في حال حبيت أنا أعمل هاي الميزة يلي حكيت لكم عنها سابقاً طيب خلينا نحاول ندخل الkey اون اوكي بطن key edit alt zed key blank ثلاثة ملي اوكي بطن بعد ما نسخنا من المحادثة وحطينا اعطينا اوكي هلأ صار جهاز كريم حتى لو فصل ال nvda أو فصل جهازه الموضوع جداً بسيط ما عليه أبداً أي مشكلة لحيدخل تلقائياً على السيرفر لحنجرب هاي التجربة من خلال أني أنا لح أطفل nvda وشغله عند أخونا كريم وشوفوا شو لح يصير قدامكم لح نسمع صوت هلأ بسيط جداً حيعطيني صوت تم قطع اتصال كريم من السيرفر وبعد منها حيرجع يعطيني صوت ثاني حيقلي إنه تم الاتصال بالسيرفر متل ما هلأ لح تشوفه هذا إنه قطع وهلأ إنه صار معانا بالسيرفر وهي الميزة من أروع الميزات اللي موجودة بهاي الإضافة واللي ما شفته موجودة بميزات برامج أخرى طيب هلأ في حال أنا بدي أعمل كتم لهذا الكمبيوتر في حيث إنه حتى لو كريم كان عم يشتغل على جهازه أنا ما أسمع شيء شو بعمل؟ ببساطة NVDA menu بروح على tools remote mute remote speech unavailable M mute remote speech unavailable هلأ هي هي ليش عم تلطينيها هون unavailable بسبب بسيط إنه أنا لازم إلغيها من عندي وليس من عنده لازم تلطغى هاي الميزة من عندي إذن بعمل 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 not sending keys وبروح من عندي على tools remote mute remote speech طيب هلأ هلأ إذا كريم بيكبس أي شيء حاول تكبس أي شيء يا كريم إن عندك إذا بتريد طبعا كريم بيكون هلأ عم يكبس من عنده بس ولكن بما أنه أنا عامل mute فما لح قدر إسمع أي شيء وبهاي الحالة ما بتخربط ما بين صوت الناطق عندي وصوت الناطق عنده طيب إذا بعمل sending key شو ممكن يصير عندي sending keys ولا شيء طبعا لأني أنا خافي الصوت لحتى رجع الصوت ببساطة بروح على not sending keys بروح على nvda هلأ هي عليها checked بس أعطيها enter بتصير not checked أو بترجع مثل ما كانت وبرجع بعمل sending keys وهذا هو جهاز أخونا كريم مثل ما منعرفه escape كنان ترتوسي blank العشرة ملف التعريب حالتي لا اتصال متصل checked unavailable هاي جهاز أخونا كريم موجود معنا في أسباب واحد وعشرون my documents one of twenty إذن my documents my computer وهي جهاز أخونا كريم في عندي ميزة أخرى هون اللي هي send alt control delete وهي الميزة لحتى أقدر أعمل تسجيل الخروج من حساب المستخدم إلى حساب مستخدم آخر أو تسجيل الخروج في حال صار عندي مشكلة بالجهاز علق الجهاز أو أي شيء بس للأسف ما لحنا نقدر نستخدم هاي الميزة حاليا بسبب أنه ويندوز اكس بي وهتضغط alt زائد control زائد delete لح يعطيني شيء آخر وبالتالي ما لها قادر استخدم هاي الميزة الآن بهذا الشكل بس ولكن هاي الميزة بقدر استخدمها في حال كانوا النظامين بيدعموا هاي الخاصية اللي هي alt زائد control زائد delete طيب بيقع عندي شغلة بسيطة جدا واللي هي كيفية إنهاء هذه الجلسة ببساطة أي شخص مننا سواء أنا أو أخوي كريم بقدر أضغط NVDA menu بروح على tools بعدين بروح على remote وبروح على disconnect طيب بس رح على disconnect أعطاني هذا الصوت بالنسبة وأتيفصل كريم من عندي تمام؟ هلا أنا بعمل not sending keys ونفس العملية نفس العملية رموت disconnect ديسكنكت وهيك بتكون انتهت الجلسة وانتهى معها شرحنا المتواضع لإضافة NVDA Remote Access واللي بسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكون هاي الإضافة وهذا الشرح مفيدين للجميع بموضوع وساعدة الآخرين بصيانة الأجهزة وبتمنى منكم جميعا أنه ما حدا يستخدم هاي الإضافة إلا بالطرق المشروعة وبما ينبضي الله عز وجل لأنه من الواضح أن الإضافة إمكانياتها عالية وبقدر من خلالها أنفذ لك كل شيء موجود بجهاز الطرف الثاني وبقدر من خلالها أعرف أي شيء بديها وبتمنى ما نستخدمها إلا بالطرق الصحيحة والمفيدة لصالحنا جميعا ما نطلع على خصوصيات الآخرين ما نحاول نتكتشف شو في عندهم ملفات هذا كل شيء بالنسبة لإضافة NVDA Remote Access إن أحسنت فمن الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت وأسأت فمن نفسي ومن الشيطان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأطول إليه معكم أخوكم من سوريا كينان طرطوسي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة